اعزائي الله بالصفة السادس للجدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض التدريبات النص المعلوماتي فكرة بابداية. نشاط الاول اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد كبعات التفكير الست احنا طبعا في الدرس ده كنا بنتكلم على آآ كبعات التفكير الست. وكبعات التفكير الست دول اللي حطهم لنا العالم ادوارد سيبونو آآ اللي هما بيتكلموا عن مستويات ستة للتفكير بيستخدمهم الانسان للوصول الافضل النتائج في التفكير. فاول آآ واحدة بتقول لي او اول صحيح بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. كبعات التفكير السته اداة فعالة لتنمية المهارات انهباء اللغوية ولا الفنية ولا العقلية ولا الموسيقية. طبعا هي لتنمية المهارات العقلية. آآ اتنين ازا جمعت معلومات عن مشكلة. فانت استخدمت القبعة في 6000 استخدمت القبعة عن هين استخدمت قبعة البيضاء. القبعة الزرقاء مسؤولة عن ايه. ترى تنظيم ام لا ابداع ولا تحليل ولا ايجاد الفكر. لا هي مسؤولة عن تنظيم الفكر. القبعة الزرقاء مسؤولة عن تنظيم الفكر. آآ الرابعة بتقول لي القبعتان الصفراء والسوداء تمثلان التفكير في إيه؟ في الحقائق ولا الإيجابيات والسلبيات ولا الحلول المتقرة ولا المشاعر لا التفكير في الإيجابيات والسلبيات خمسة استخدام كبعات التفكير الستة يجعل تفكيرك ستة ستة كبعات يعني استخدام كبعات التفكير الستة يجعل تفكيرك منطقيا ولا إبداعيا ولا منظما ولا جمع ما سبق جميع ما سبق نشاط اللي بعد كده بيقول لي ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة. يمكن للانسان استخدام طرائق يعني طرق مختلفة في التفكير صح. اتنين تساعد القبعات الستة في تحليل المشكلات وتطوير الحلول بطريقة ابداعية صح. تجنب استخدام القبعة الحمراء يساعدنا في حل او يساعدنا على حل المشكلات خطأ. اربعة استخدام القبعات الستة يجعلنا نفكر في المشكلة من جميع جوانبها صح. نشاط هاء صوب الخطأ الذي تحته خط في كل جملة كالمثال. اطلق العالم جاردنار على استراتيجيته اسم القبعات الستة. طبعا هو مش العالم جاردنار وانما هو العالم ادوارد ديبول. التفكير هو مجموعة من العمليات الحرقية التي تدور في العقل. لا هو مش مجموعة من العمليات الحرقية ولكن مجموعة من العمليات الزهنية. يبقى بدل الحرقية حط الزهنية. وبعدين التالتة محلولة قبعات التفكير الستة تستخدم في مجال واحد في تستخدم في جميع المجالات. يبقى بدل مجال واحد هي جميع المجالات. نرتدي القبعة البيضاء لنحلل المواقف خلال المشاعر. طالما مشاعر تبقى قبعة حمراء على طول. اقرأ وخمن من انا. انت هتقول لي طبعا انا هقول لك اه اه انا باستخدم في ايه? وانت هتقول لي لون القبعة ايه? واحد يتم استخدامي في تحليل المشكلات والمخاطر المحتملة والنتائج السلبية. للكبعة السوداء هو حللها. اتنين يتم استخدامي في التفكير الابداعي والفكر الجديدة والمتطورة. للكبعة الخضراء. تلاتة يتم استخدامي في ترتيب الفكر والنظر للامور بشكل شمولي. للكبعة الزرقاء. اربعة يتم استخدامي في تحليل المواقف من خلال التعبير عن المشاعر والانفعالات. للكبعة الحمراء. خمسة يتم استخدامي في التفكير الايجابي وايجاد المميزات وفرص النجاح. للكبعة الصفراء. يتم استخدامي في تمثيل الارقام والحقائق والبحث عن المعلومات. للكبعة البيضاء. طيب نكمل بقى التدريبات. اقرأ الفكر التالية واكتب القبعة المعبرة عن كل فكرة. كان مساق. بديني القبعة الحمراء والزرقاء والبيضاء والصفراء والخضراء والسوداء. وانا هيجيب لي الفكر وانا اكتب القبعة اللي بتعبر عن كل فكرة من دول. فقال لي في واحد اه استخدم برنامجا الالكترونيا اه ينزر عند القرب من الازدحام. اديني انزار كده لما اقرب من الازدحام. ده القبعة الحمراء وهو حل الهالي. طيب اتنين. اتوقع مخاطر النزول بالدراجة في وقت الازدحام لاتجنبها. دي دي القبعة السوداء. اه اجمع معلومات عن الطرق الاقل ازدحاما لأسير بها. دي القبعة البيضاء. جمع معلومات يبقى قبعة البيضاء. اه اعد قائمة تذكرني بادوات السلامة قبل رقوب الدراجة. دي القبعة الزرقاء. اشعر بالامان بارتداء الخوزة وضبط هواء الاطارات دي قبعة الحمراء. التزم بقواعد المرور واتفائل بسلامة الوصول دي قبعة الصفراء. طيب السؤال بعد كده بيقول لي قد يتطلب في بعض المواقف ارتداء قبعة تفكير محددة. اقرأ سوى محدد القبعة المناسبة لكل موقف. فهنا بيقول لي ايه? واحد تشعر بالود تجاه صديقك وتريد التعبير عن ذلك. بدم صديقك ومشاعر وكلام مين ده يبقى القبعة الحمراء على طول. يبقى مش اخد دي. هياخد القبعة الحمراء. طيب ايه اتنين? آآ طلب منك المعلم اقتراح اسم جديد لمجلة المدرسة. يبقى اقتراح اسم جديد يبقى القبعة الخضراء. القبعة الخضراء. آآ اختراك المعلم لتكون مسؤول عن تنظيم الحفل. تنظيم يبقى القبعة الزرقاء. آآ بعد كده بيقول لي تقوم بتوعية زملائك بمخاطر التكنولوجيا. يبقى القبعة السوداء. طلب منك آآ طلب منك كتابة قائمة باحلامك وامنياتك. القبعة الصفراء. القبعة الصفراء. والاختيار زي ما احنا شايفين. نشاط اللي بعد كده بيقول اكتب الصفة المميزة لكل شخص وفقا لنون قبعته. آآ مبدع ولا متفائل ولا عاطفي ولا باحث ولا ناقد ولا منظم. كان مثال وهو مديني مثال امش عليه فقال لي ياخذ قراره وفقا لمعلومات جمعها. ده يبقى باحث. تمام باحث. طيب آآ بعد كده بيقول لي آآ حذر ويحاول دائما تقليل الخسائر. انسان حذر بيحازر يعني. وبيحاول دائما انه هو يقلل الخسائر يبقى تناقض. دائما يقدم اكتراحات جديدة يبقى ده مبدع. يكسر التعبير عن مشاعر ومفعلاته مشاعر يبقى انسان عاطفي. صاحب القبعة الحمراء. آآ يوضح فوائد وايجابيات اي موضوع ده انسان متفائل. يخطط لتحقيق اهدافه انسان منظم. بعد كده بيقول لي بعد ما شفنا القبعات الستة دول اجب اي هؤلاء الاشخاص يشبق اي واحد. يا ترى انت باحث ولا ناقد ولا عاطفي ولا متفائل ولا مبدع ولا منظم. انا عن نفسي مثلا قلت انا يشبهني السادس. انسان منظم آآ اخطط لتحقيق اهدافي. اي واحد فيكم ممكن يحس ان القبع من دول مناسبة لي. ويحس ان هو عاطفي او ناقد او متفائل مشرط ياخد السادسة. انا اخدت الحاجة اللي بتشبهني. فانت كمان ممكن تختار اي واحد فيكم اختار حاجة اللي بتشبهه عادي. آآ نشاط اللي بعد كده بيقول لي ارسم وجه مبتسم. امام ما يساعدك لتنمية مهارة التفكير الابداعي. التضرب على استخدام مصادر البحث. وجه مبتسم. رفض الافكار الجديدة لانها غير مجربة. لا. وجهة عابس طبعا. طب بعد كده التخيل والتأمل في ايجابيات كل شيء. وجهة مبتسم. تجاهل الاخطاء وعدم تحليلها او التفكير فيها. وجهة عابس. آآ بعد كده تنظيم الافكار حتى لا تصاب بالتشتت مبتسم. الاستفادة من نظريات واستراتيجيات التفكير مبتسم. انا عندي اتنين بس عابس اللي هي كانت اربعة وكان معايا كمان عابس ثلاثة اتنين اتنين واربعة. وبعد كده وجه مبتسم. اتنين واربعة عابس بعد كده وجه مبتسم. نشاط اللي بعد كده بيقول لي اختر المعنى المناسب للكلمة الملعونة في كل جملة. التعليم المجاني متاح. كلمة متاح. يا طرى معناها ضروري ولا متوافر ولا محدد ولا معروف? لا متاح يعني متاح يعني متوافر. الشباب يسعى الشباب لايجاد فرص عمل مناسبة. ايجاد لايجاد يعني لتوفير. معناها توفير. التالتة التفكير الايجابي يحفز العقل على الابداع. يحفز يعني يشجع. يشجع. بعد كده اربعة. الكزم الفريق بتنفيذ استراتيجية المدرجة. استراتيجية يعني خطة. خطة معينة بتحطها علشان تقدر تنفذ اللي انت عايزه بسهولة. مجد يعقوب شخصية فعالة في المجتمع. فعالة يعني مؤسرة. فعالة يعني مؤسرة. نشاط اللي بعد كده بيقول لي اكمل بكلمة مناسبة. بيديني كلمة استراتيجية وكلمة ايجاد والمتاحة وتحفز. فبيقول لي كم احب العاب جدي. فدائما ما يتكر العابا والغازا ايه تحفز عقلي على التفكير. ومن اقرب الالعاب لقلبي لعبة ماذا تفعل لو كنت مكاني. وهي عبارة عن كباعات ترمز لمهم مختلفة. وبطاقات بها مشكلات يجب. وهنا طبعا نقط ايجاد حلول لها. احط ايجاد. والممتع في الامر انها تجعلني افكر بطرائق مختلفة. فمرة ارتدي كباعة القائد. وافكر في وضع. وضع ايه? وضع استراتيجية يعني خطة. لحل المشكلة. ومرة اخرى ارتدي كباعة العالم. فاستغل الموارد المتاحة. لأقدم حلول مبتكرة. واقرب القباعات الى قلبي هي التي ارتديها. وانا انظم افكاري. واكتب لكم قصة العاب جدي. طيب بعد كده النشاط اللي بعد كده بيقول صلبة حسب معنى الكلمة الملونة. هو مديني كلمة اطلقه. في كل الجمل اللي معايا دي في اربع جمل. لكن هي معناها مختلف. واحنا نحدد معناها من خلال السياق. فهنا بيقول لي اطلقه. هو مديني اطلقه. فقال لي اطلقه. مرة هيكون معناها اجازة. ومرة معناها رمى. ومرة حرره. ومرة سمى. فبيقول لي اطلق الجنود الاسير بعد المعركة. يعني حرروا. حرروا بعد المعركة. يبقى هناخد حرره. اطلقه شوقي لقب شاعر النيل على حافظ ابراهيم. اه احنا بنطلق اسم على انسان يبقى يعني بنسميه كزا يبقى اطلقه هنا بمعنى سمى. اطلقه المدير لنائبه التصرف اتخذ القرارات. اطلقه هنا بمعنى اجازة. يعني اجاز له ان هو يتخذ القرارات المختلفة. اطلقه الصياد سهمه نحو الفريسة بمعنى رمى. رمى السهم بتاعه نحو الفريسة. النشاط اللي بعد كده بيقول لي اكمل الجمل الاتية بكلمات من النص حسب المطلوب بين القوسائي. فمثلا في الجملة الاولى بيقول لي هنا ايه? لدي ايه في صحة بعض الاخبار? فبيقول عايز مضد يقين. يقين يعني تأكد. يبقى نبضى شك. يبقى لدي شك في صحة بعض الاخبار. لا يقول الصادقون الا وعايز جمل حقيقة. الحقائق. آآ يبسط المعلم ايه? العلمي لطلابه. وعايز مفرد المفاهيم. مفرد المفاهيم ايه? المفهوم. يبقى يبسط المعلم المفهوم العلمي لطلابه. سجل العالم نقطة بحس آآ بحسه العلمي. وعايز كلمة جزرها اللغوي نتاجات. نتاجات. يبقى هناخد كلمة نتائج. يبقى سجل العلم نتائج بحسه العلمي. كده يبقى انتهينا من حل جميع تدريبات النص المعلوماتي. آآ فكر بابداع. وان شاء الله الحصة اللي جاية او الفيديو اللي جاية هناخد فيها مراجعة عامة على الاسم النكرة والمعرفة. وعلى الضمائر كمان. فتابعوا معي. الناس اللي مش مشتركة في القناة تشترك. آآ تفعل الجرس عشان توصل لها اشارات بفيديوهاتنا الجديدة. ويا ريت نحط لايك للفيديو علشان يوصل لكل زملائنا. واشوفكم في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.